النهاردة فقرة اول عرضة هنتكلم عن فيلم كلنا بنحبه للكوميديان الكبير اسماعيل ياسين الفيلم ده كان اول عرض اللي كان سنة 57 ومع ان ان الفيلم ده ما كانش بيحمل اسم اسماعيل ياسين زي معظم افلامه اللي تعودنا عليها بس الحقيقة الفيلم ده واحد من احلى افلامه وهو فيلم ابن حميدو الفيلم ده كان بطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم وكلهم كانوا احلى من بعض اسماعيل ياسين احمد رمزي هند رستم زينات صدقي عبد الفتاح الاسري اكيد طبعا هيعمله فيلم خطير الفيلم ده من تأليف عباس كامل ومن اخراج فصين عبد الوهاب تعالوا نفتكر مع بعض ابن حميدو نرجع مرة تانية اول عرض الفيلم ابن حميدو كان تحديدا يوم 7 اغسطس سنة 57 الفيلم ده بطولة فنانين كتير قوي زي الكوميديان الكبير اسماعيل ياسين النجم احمد رمزي الجميلة هند رستم والكوميديان الكبير عبد الفتاح الاسري والكوميديانة الرهيبة زينات صدقي ومعاهم اكتر شرير بيدحكنا في السينما المصرية توفيق الدين والفيلم ده من اخراج العبقاري فاطين عبد الوهاب الفيلم ده بيتكلم عن شخصيتين ابن حميدو وحسن ابن حميدو وحسن بيشتغلوا في البوليس وبيضطروا انه هما يتنكروا في شخصية اتنين صيادين عشان يحاولوا يقبضوا على عصابة بتهرب مخدرات فبيروحوا لكبير الصيادين اللي هو الرايس حنفي عشان يشتروا منه ماركب والماركب دي بيكون اسمها ايه؟ ايوة نورماندي تو بعد كده ابن حميدو وحسن بيتعرفوا على بنات الرايس حنفي اللي هما حميدة وعزيزة ابن حميدو بيحب حميدة وحسن بيحب عزيزة لحد هنا الدنيا حلوة المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان مرات الرايس حنفي عايزة تجوز عزيزة للبيزة فاندي لكن في اخر الفيلم ابن حميدو بيتجوز حميدة وحسن بيتجوز عزيزة وكمان بيقدروا يقبضوا على العصابة اللي بتهرب مخدرات فيلم ابن حميدو فيلم مليان كوميديانات كبار جدا عشان كده الفيلم مليان مواقف كوميدي بتموتنا من الدحك وما نقدرش ننساها لحد دلوقت واشهرهم حاجة مفيش اتنين متجوزين ما بيقولوهاش لبعض حنفي ده غير ان فيه مشاهد لإسماعيل ياسين وزنات صدقي وعبد الفتاح الأسر يتوفيق الدقن مشاهد كلها تموت من الدحك فيلم ابن حميدو زي ما بيقولو فيلم دحك وبس